يقول الناس بأن الزواج قسمة ونصيب فهل هذا صحيح؟ إن سريكة حياة الإنسان مكتوبة له قبل أن يولد في الدهونة وهل في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كم الله خيرا لا ستان لكل ما يدري في هذا الكون وكل ما يدري على الإنسان أنه بقضاء الله وقدره وإذا نفق الزواج يقدر أن الإنسان يتزوج بمرأة معينة وأن تتزوج المرأة برجل واعين هذا في قضاء الله وقدره ما من سير يقع ويجري إلا وهو في قضاء الله سبحانه وتعالى قال تعالى إن كل سير خلقناه بقدر وجاء في حديث صحيح لما ذكر جبريل أو لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن بالله وملايثته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن من قضره وسحه قال سبحانه وتعالى وخلق كل سير خبره قبل الراحة. فنفسك ان الامور كلها بقضاء الله وقدري وللالف الزواج. ولكن ليس معنا ذلك ان الانسان لا يجب في طلب الزواج ولا يبحث عن المرأة الطيبة. بل عليه ان يجب للاسباب. فيجب في طلب الزواج. وايضا يتمث في الزوجها الطيبة. فما قال صلى الله عليه وسلم اظهر بلا تبين سيد الشباب. فنجب الاسباب. هذا امر مطلوب. والمقادير يجب الناس سبحانه وتعالى. فنحن علينا بلد الاسباب. وان كانت الامور مقدرة قبل الله سبحانه وتعالى. جزائكم الله خيرا واحسن عيدكم.